السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد نتمنى تكونوا بخير والعائلة ديالكم بألف خير إن شاء الله حلقة اليوم غنية بالأخبار يعني والله العادي معرفت حلو يخلش فاهم دقيقة ولا كير رفا بزاف لأخبار غنحاول نخصصرهم باش نرجع لهم في هذا الوقت إن شاء الله غن ندير فيديو في الصباح وفيديو في عشية باش نحاول يعني نوصل لكم الجديد فيما يخص الموادع دياليوما إخوار رغن تكلموا لها حقيقة انطلاق عمليات مرحبة الفيسبوك كله عامر الفيسبوك كله عامر حتى الأصدقاء ديالي رسلوا لي صور حتى ناس في ليستقرام رسلوا لي صور وش بالصح وش بالصح وش بالصح درت الوحد ديالي غنقول لكم كل شي بالضيطاء وديك الساعة شوفوا انتمو وش بالصح ومش بالصح كونتي يعلن عن قانون الأسرة البارح دار الخطاب ديالو واحد في واحد سبعات دقيق دار واحد لديكريتو سميسو فاميلي اكت هاد الديكريتو جاء باش يدير الإعانة لناس اللي عندهم ولاد غاد نشرح لكم كل شي بالضيطاء ان شاء الله وغاد نرجع لهذا الفيديو خاص ندر عليه حلقة بوحدة باش الناس اللي عندهم ولاد تعرف بقاع القواليل اللي الدارت جديدة كان بزاف اللي مغايمك لنقول لكم هنا في هذا الفيديو هاد الفيديو هاد الفيديو كل مغايمك لكم لغدة ان شاء الله مع الصباح غاد نلوح فيديو على القانون ديال الأسرة الجديد أشفيه وفي المعاونة كثيرة غاد نحاول نصبق لكم مش حاجة باش غاد نشرح لكم كل شي فيما يخص لحالة الوبائية في إيطاليا يا إخوان غير مستقرة غاد نمشي ونشوفوها غاد نمشي ونشوفو الحالة الوبائية حتى في المغرب ولكن قبل أي حاجة غاد نمشي ونشوفو الحقيقة انطلاق عمليات مرحبا حيث أمر كي يهم بزاف الناس وكل شي كي سؤوله دي كل شي اخوان طالق من صحيفة إسبانية الإسبانيول سميتها نشرت خبار كتقول فيه باللراء المغرب يعني اخذ القرار من نفسه بلما يتشاور مع إسبانيا باش يبدأ يدير في عمليات مرحبا من 15 شهر 7 وقالوا باللراء اذا ما كنت سبتو مليليا لا يدخلن في الحدود اللي غايمكن للناس يعبرون منها باش يدخلوا المغرب في عمليات مرحبا هذا باش نعطيكم خلاص ومنطورت عليكم كثيرا هذا ما قال للاحة الجريدة للإسبانيول الخلاصة دياله هو بحالك يبغي يقول باللراء المغرب كما كتوفوا معايا هنا قالك رادار واحد السياسة باش يهمش مليليا في 2018 باش يجي دابايق وكحي تسبتو مليليا يعني يبغى يقول المغرب رادار ما بغاء وإسبانيا واخا وكواك مساعفة وكتير وكتعاون معا بحالة واحد لرتيك المحل بغوا يعيبوا عن المغرب شو يوصف هذا والخلاصة نفس الماقال نحن كن هدروع نفس الماقال وهذا يقول لك احنا المينيستيرو داخلي داخلي ديال مادريد يقول لهم بالله انا اترجم لكم يا اخوان يقول لهم بالله كي لا دعتانونين نوطة يعني التاريخ بقي ما تتعرفش منين جابوا هم هذا الخمسطاش لوليو الخمسطاش الشهر السبعة الله أعلم حاجة المهم ما نحن نعرفه الرسمين سوف نعرفه نحن في المغرب سوف نعرفه من وزير المغرب وزير المغرب يا اخوان هذا الارتكل يا اخوان ستلاح لأربعاء عشر يونيو يعني تلباح يومين هذه ما يقول هذا المقال يا اخوان هذا المقال يا اخوان بخلاصة يقول لك ان الوزير اللي هو يدرس تجواب معنا ناصر بوريطا قال لهم بالتاريخ ديال بداية العملية راهداز عليه الحال أصلا هو كيف يبدأ نهار الربعة في شهر الستة كما كتشوفوا معايا نهار الربعة في شهر الستة وكسالي نهار خمسطاش في شهر تسعود يعني انا دازع ديال حال هذي اول حاجة الثاني حاجة قليك بلالة خصهم يفكروا في واش يديروها والليلة علما بالحالة الوبائية اللي كان في العالم دابايا والحاجة الثانية واللي مهم بزاف هو انه المغرب تقول لك ما عارف انش التاريخ ديالفتح المغرب لحدوده يعني الباقي ما معروفش المغرب يمتح حدود والحاجة اللي مهم مكسر من هات الشيب لانه احتى الدول الاوروبية باقي ما عارفش الحدود ديالا ام تغتفتحها يعني ما بين فرنسا واسبانيا وما بين ايطاليا وفرنسا يعني الدول اللي غير عبروا منها واضاف مسؤول حكومي ان تاريخ فتح المغرب لحدوده غير محدد بشكل دقيق لغاية اليوم ثم فتح حدود بالنسبة للدول التي تمروا منها الجارية المغربية غير واضح ايضا خصوصا بالنسبة للحدود بين فرنسا واسبانيا وايطاليا وفرنسا وغيرها يعني يا اخوان اشان اقول لكم اخوان نسبة لي انا يقدروا اننا بحنا مش نوالوا يعني ما ينتشي خبار اللي غاي اكد لنا و اللي غاي انفل لنا الدولة المغربية بقى ما عارفش تاريخ الموقع اللي قلت لكم انا يا اسباني ودوع الماقال براسوتي يقول لك بالله وزير الداخلية ديالهم قال لي مرات التاريخ ما معروفش يعني كنت تكلموا على التشي حاجة اخوان كنت تكلموا على الخويات نهار ستكون شي حاجة رسمية اخوان ستكون من اول وحدين اللي غادي يقولها لكم ان شاء الله فيما يخص الحالة الوبائية في ايطاليا اليوم يا اخوان كنتما تشوفوا معي راكين 392 حالة جديدة تكتشفت في اخر 24 ساعة والعادة كانت تتافع 23335 الحالات هنا اوقع مشكل لا تشوفوا معي الارقام بسبب المواقع هو كالتالي 163 ولكن يا اخوان هذا مش الرقم الصحيح لماذا؟ لأن اليوم تزادت 192 كما قلت لكم ولكن الاريجوني كامبانيا كما تشوفوا معي عودة الحساب الحالات الإيجابية كانت تلقى 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 229 حالة إيجابية يعني زادهم على الحساب لذلك اليوم علموا برات التوني تشيفي وقالوا لي منقصوا 129 اجداره زادوا 392 على هذا الرقم الذي كان البارح زادوا عليه ونقصوا 129 التي كانت خاصة تنقص لذلك النسبة بشتراع هذا الرقم هي زائد 163 معرفتش وفهمتوني ولكن انا حاولت نشرح لكم الاقصى درجة لذلك يا اخوان هذا الرقم الذي ترى هنا هو الذي صحيح 392 حالة ونرى كذلك الحالات كل المنطقة في المنطقة ونرى هذا الشيء صحيح فيما يخص الناس التي ترى الحمد لله اليوم مرة كنت تتكلم على 1747 رقم ممتاز جدا العدد الإجمالي يرتفع 173.85 شخص ترى فيما يخص العدد الناس الذين ماتوا البارح كانوا زائد 53 اليوم زائد 50 يعني العدد ارتفع ويرتفع كذلك هذا الرقم الذي يصل 34123 شخص التي توفعت منذ بداية الوباء كذلك العدد الناس الذين تأخذ العلاج والناس الذين مصابة حاليا في إيطاليا كنت تزال تحت 30 ألف وكنت كلمعير على 28997 شخص أي بنسبة ناقص 1740 مقارنة بالأبس ونرى حالة ونرى عدد التحاليل كيف ترى معي العدد التحاليل التي ترتفع اليوم كانت تتكلم على 70.620 تحاليلة رقم ممتاز جدا وعندما نقوله رقم جيد الحمد لله وشكره لله ونرى الحالات منطقة بمنطقة كيف ترى معي اللومبردية رأيها تسجل اليوم 172 حالة جديدة يعني هذا الشيء يجعلنا نلغي هذا الرقم سيكون صحيح هذا الرقم يشره بمواقع لذلك سوف تقدروا تقولوا بالله رأيها وربما سوف نغلطوا لا أحاولت نشرح لكم الوبردية مجنة 272 إيميليا رومانيا 33 ماركة حالة وحيدة ليجوريا 7 حالات كامبانيا حالة وحيدة 7 حالات سيشيليا حالات ثلاثة 3 حالات بروتسور 1 حالات 1 حالة 1 حالات 2 حالات 1 حالات 1 حالة 1 حالة 1 حالة 3 حالات 1 حالات بازليكا الحمد لله وشكره لله فيما يخص القانون دي الأسرة البارح راختها بكونتي في الأشياء وكانت معها الوزيرة يعني كطالفو وكانت معها الوزيرة بوناتي ودواوا وشرحوا يعني اشي حويش في هاد القانون دي الأسرة الجديد القانون دي الأسرة الجديد كيف ما تقول قليكم أنا يا واحد الفيديو را غادي نشروا لكم غدا يعني واحد الفقرة منه وكانت سجلته في سبع تاشر في شهر ربعة كنقول لكم للناس اللي كتسوي على البونس دي الرابعة عام الوزيرة وكان يعني كل شي بنادم كدوا على في الفيسبوك ولا في اليوتيوب وكانت كنقول للناس يتسنى وندواه في الرسمية وكانت كنقول للناس اللي عندهم اليوتيوب ينوروا الرأيي العام بكتر ما هم يدوئوا على القوانين اللي بقى ما دولتش رسمية اشترأت لي يعني يعني العداوة مع الناس اللي تحب اليوتيوب وذك شي يعني انا ما بغيش نبقى ندوا عليهم ولكن انا في الفيديو هذا يدل 17 شهرين هذه 17 شهرين وشهرين تقول لكم باللارأة كأنه مبين ليباطيزية يعني مبين يحتمالات انهم مبين هذك الفلفل فلسين يدل 14 عام درالي لعدهم قلمه 14 عام وكأن حتى لسين يونفيرسالي هو اللي داره دبايل هو اللي قد ادويت ليكم عليه أنا في شهرين هذه ومشوفوش حديل الوقت داس شهرين كي يدلوا ذاك القانون يعني الدرس من هات الشي كامل هو اشنى وإخوان هو انه الإنسان خاصه يصبر ويدوئ عارف الرسمي إذا ندعوه على أي حاجة تقلت في البرلمان أو أي اقتراح أو أي حاجة من سالة وشينا نقوم بسجل فيديوهات كل ساعة لذلك يا إخوان هذا القانون الفاميليا سوف يدعو فيه واحد للسانيو أونيكو يعني الولد الواحد يقول يعتكو عليه السانيو ديلكت كل واحد ليس بحل دبان سوف يقول لك ماهنش على الحال الكوريالي للسالة أونسانيو نورسال يعني إجمالي يعني أونسانيو يعني شكل الدري في كل شيء المعاونات يعني من مايبقوش دبانيو يعونوك شوية هنائية وشوية لازيلو وشوية غولي والسانيو يعونوك فيه فعل كل شيء وحتى تقولي وتقدمت السكاريكي وحتى يعني الكتوبة الدراري وذلك الشي اللي قد تخسره على الدراري لحساب القرائيديا ومتقولي السكاريكي من ستة ترينطة يعني بزاف القوانين يعني مايبغيش نزرب على هذا القانون في هذا الفيديو اللي فيه بزاف ديج هذه الأخبار وعن ندير لي فيديو بوحده إن شاء الله باقي أنا ما قرأتوش كامل غدا إن شاء الله غدا نقرأ وغدا نكسبوه وغدا نشرحو لكم إن شاء الله في فيديو لذلك غدا إن شاء الله في الصباح غدا نشره لكم فيما يخص إخوان الحالة الوبائية في المغرب كيف ما كتشوفه معنا كيرجع يعني الرقم ديما اليوم 73 كنت جدله 73 77 فذا كان الرقم ديما هذه مدة شي سيمانو الأكثر اليوم 73 حالة العدد الإجمالي كيرتافع لـ 8,610 تم استبعاد 16,478 شخصو العدد الإجمالي كيرتافع 380,532 كذلك اليوم يا إخوان كيتشافه 35 شخصو العدد الإجمالي كيرتافع 7,618 شخصو اللي تشافه منذ بداية الوباء في المغرب كذلك للأسف اليوم كيموت شخص الله يرحمه والله يوسى لي والعدد الإجمالي كيرتافع 112 كذلك الناس اللي تاخد العلاج ديالها في المغرب حاليا والناس اللي حامل الفيروس يعني عندها أعراض خفيفة أو أعراض وهي صعبة أرى كلهم 780 شخص فيما يخص توزيع الحالات على حسب الجهات في المغرب كما تشوفوا معي مراكش آسفي 2,3 طانجتي طوال الحسيمة 26 فاس مكناس 9 الحالات والحمد لله دار بيضة استاط خمسة الحالات يعني على الأقل دار بيضة استاط والتي تتسجيل حالات قليلة نتمنى وحنا مراكش وآسفي تهييت بدأت نقص رغم كيف يكتروا التحاليل في المناطق باش يبدأوا يعني يلقوا الناس بالزهر نتمنى وانه ينقص مراكش آسفي طانجتي الحسيمة على الحسب مرة تكون طالعة مرة تكون نازلة نتمنى وطول ما ينزلوا عندهم نتمنى وانه ينزلوا في المغرب كامل وممتاز جدا كذلك الرباط السلق نترا حالة وحيدة يعني الحالة في تحسن البعضة في مناطق الغرب نتمنى وانه الجنوب والشمال يعني طانجتي طوال وآسفي ومراكش يتحسنوه وان شاء الله الأسبوع القادم اولي المغرب كله منطقة خضراء يا ربي يا ربي بهذا يا اخوانكم وصلنا الاخر فيديو اذا اعجبكم الفيديو لا تبخلوش الى هنا بلايك والتعليق والتعليق وإلى اللقاء في الفيديو القادم السلام عليكم